تقبل الله صلاة الجميع عوضة إليكم مشاهدين ورحب بكل من التحق بنا في 90 دقيقة أخبار ونصل بكم إلى الموعد المحلي مع زميلة ماجدة الهاشمي مساء النور بسا مشاهدين الكرام أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري المحلي يعيش سكان مدينة العلمة ولا تصطيف القاطنون على أطراف سكة الحديدية معاناة يومية بسبب ما تخلفه كل سنة من قتلى لأسباب نعم يرجعها البعض لغياب الممرات الوفقية واخرون إلى الجدار العازل الذي من المفترض أن يفصل المنطقة الآهلة نعم بالسكان بشركة السكة الحديدية تقرير لفارسشيب يخلف هذا القطار عشرات القتلى سنويا وهو يشق طريقه متوسطا مدينة العلمة ولا يتصطيف وهذا راجع للممرات العلوية المنعدمة إلى جانب غياب الجدار العازلي الذي من المفترض أن يعزل المنطقة الآهلة بسكان والتي يقارب طولها الأربعة كيلومتر فكم أخ وأخت وأب وأم كل اكتوى بحرقة فقدانهم لعزيزين فجبروت هذه الآلة التي لا ترحم تركت وراءها قصصا مروعة يرويها كل بيت محاذي لسكة الحديدية فبئس الجارهية كلمة عالقة في لسان كل سكان مدينة العلمة لما نسمع القطار يصوني كما نقوله إحنا ذات القلبة يدخل علاش شبت أطفال قتلوا شيوخة نساء سيارات سمعتني يعني وللأسف للأسف للأسف يعني فهذه الوقائع المؤلمة التي يعيشها أكبر التجمعات السكانية بولاي تصطيف جعلنا نتقرب من المسؤول الأول على هذا القطاع لإماطة اللثام عن رهان وبرامج من شأنها تغيير ملامح النقل البري في الجزائر المدير العمى السكة الحديدية اخذت بنع انتبار هذا النقاط السوداء وسوف تعاج في أقرب وقت إن شاء الله ممكن في حين انتظار هذه البرامج التي يعيد بها المسؤولون والتي لم يحدد لنا تاريخ ميلادها يبقى على الجهات المحلية تدارك أبنائها من مصير فاغر فاه يتربص بكل مار على سكة تحولت من نعمة إلى نقمة بهذه الأرض الطيبة منع أولياء تلميذ يدرسون بابتدائية شامخ ميلود وسط مدينة بس ابنائهم من الالتحاق بمقاعد الدراسة بسبب انعدامية تدفئة وعدم اقدم الجهات المعنية على إصلاح العطاب المسجل على مستوى المدخة المركزية المسؤولة عن العملية الأولياء عبروا عن عميق غضبهم من الوضعية الكارثية التي تشهدها الابتدائية المزيد مع سليم دريد نحن اللي هنا عدنا في المؤسسة هذه تاعة شامخ ميلود راح البرد راكم تشوفوا فيه حسب ما راكم تشوفوا والحالة مزرية لداخل البرد تيقى مكسرة شوفهاش ما يمشيش دارين أشغال دي طرفو ومخلين الولاد هكذاك راح في حالة يعلم بها ربي سبحانه ماذا بينا نجد السلطات ونجد المسؤولين اللي في الولاية هذه ينظروا للمؤسسة هذه اللي نرما ما تكون كنموذج بأنها راك تشوفها في وسط الصور وفي قلب تبسها تدفيها المركزية راهي منعدمة بالنسبة للأقسام بالنسبة للمدرسة كامل وفيها بعض الأمور ليست مهيئة فيما يخص تهياء المراحيذ ودورة المياه وبعض الأشياء لنقص يصل في المدرسة لهذا اضطرنا مراسلها مع رئيس البلدية ومديرية التربية لكن بدون جدوى من جهتنا يتصلنا بمصالح مديرية التربية من أجل أخذ رد المديرة الولائية إلا أننا لم نتمكن من لقائها بسبب وجودها في اجتماع مع المفتشين إذن تعرفوا التجارة على الأرصفة في الأونات الأخيرة انتشارا واسعا حيث يستغلوا العديد من الشباب من ولا يتشلف الأرصفة من الطرقات من أجل عرض سلعهم المزيد في سياق تقرير رشيد مشورب وحميد عودي هي مختلف السلع التي يتم عرضها من طرف البعاء للأرصفة ومستغلين هاتي الأماكن العامة كمحلات لهم في ظل غياب أسواق جوارية تجمعهم وتكون كمصدر رسمي له من أجل كسبقوتهم نحن نضاك ورم عشاء بيما نخسرهم معهم وما أولو ما نبتونساعدهم يجوا عنا نطلعوا فيهم قاس ولا يا ما ننجلوا أولو كثير مني وأنا ماذا بيأت جي الدولة التي حافزتني ولا تبيت كرياري أنا قابل أخويا أنا بالكريار أنا قابل أخويا ما عندي شوين نرح أنا مايشغال لقل طريق تشوف بعين أخويا طريقها كيديتساء أخويا كمحنا من بكري هنا أنا خدمه طريط وار من بكري عدنا فيه 7 سنين 8 سنين 9 سنين أو 7 سنين غير أصيف غير طريق طوار كني بيروني قاعديني ورطيح نحن نخزن وقت عند الحيط نعودون نرجعون هنا نحن نعودون نرجعون هنا ظاهرة التجارة على أرسف عرفت في الأوين الأخير انتشارا واسعا والعينة من ولاية الشلف حيث تعرف شوارع الرئيسية تزاحم كبيرا من طرف الباعة هذا الشيء ما يديروا في هذا الليجان خير من اللي يروحوا لحاجة وحدة أخرى حاجة نقية وتساعد نحن مشتارية نحن نشروع لهم وانشاخ من الداخل وتساعد كما قال لك ومن ثاني يجيبون هارهم اللي يروحوا لحاجة مش مليحة من جهة تعتبر هذه الطريقة مصدر الوحيد لها أولاء البعالي كسب القوت ومن جهة أخرى ظاهرة تخلق العديد من المشاكل القضاء عليها بإنشاء أسواق جواري الحال الوحيد والمناسب لجميع ختم والمعايد المحلي